موسيقى مساء جميل ووجوه مشرقة وموصل تتعافى وبلاد تسعى إلى النهضة كنا معكم عبر عشرات الحلقات من برنامج البوصلة في الموسم الثالث اليوم نبدأ مسار جديد واللقاء جديد مع برنامج جديد هذا البرنامج بعنوان فاهم غلط قد يبدو للوهل الأولى أن هذه الكلمات غير مستساغة بل بعض أصدقائي قالوا أنها غير فصيحة نحن نعرف خطأ وصح ما نعرف شنو غلط أحيانا نشوف الغلط لكن نصور أن هذا الغلط هو الصح طالما أن الناس كل هالناس تمشي مع هذا الغلط كثير من الحقائق اللي نعيش بيها يوميا في الأربعة وعشرين ساعة اللي تعيشها أنت وعيشها أنا هي خطأ هي فاهميها خطأ ربما فاهميها بالمقلوب أو فاهميها بشكل غير دقيق أو بشكل غير صحيح صديقي العزيز حاول ترافقني عبر اللقاءات سريعة وهذا البرنامج الجديد أيضا هو برنامج حواري نرصد بينه الحياة اليومية اللي يعني عيشها واللي أعجب العجب بيها وبيها غرائب وعجايب لأنه السبب هو الوحيد لأنه إحنا فاهمين الشغلة غلط الحياة ما تتوقف لا عليك ولا علي لا على فهمك للحياة ولا على فهمي الحياة الحياة تيار جارف يمشي ما ينتظر أحد زين أنت الآن تقاوم هذا التيار ولا تساوم هذا التيار أنت تستطيع أن تكون فاعل في هذا التيار الضخم ولا تكون مفعول به هذه الأسئلة راح نطرحها ونشوف أنه أنا وانت واقعين في فخ أننا فاهمين غلط كثير أشياء نشوفها بالعلن ما نشوفها بالسر أكو مشاهد تحت الطاولة إذا دققت معاها وشفت بشكل أوضح وبشكل أدق ربما ستكتشف أن العلن وعلى الدوام هو غير السر هناك أسرار في المدارس في المحاكم في الأسواق دائما يقل لك سر الصنعة أو هذا يعرف الشغلة من جذورة أحيانا نحن نعرف بس الظاهر ولكن الباطن وخلف المشهد هناك وخلف الكواليس هناك قضايا كبرى تجري ونحن الضحية فيها هناك بداية نشوف البداية بالبداية مشروع يبدأ بالبداية ولكن نحن ما عدنا نفس عميق أو نفس طويل ننتظر نكمل المشهد إلى النهاية لما تنتظر أنت للنهاية رح تكتشف أنك فهمت هذه البداية خطأ أحيانا تنظر إلى مشهد في هذه الحياة في علاقاتنا الاجتماعية والاقتصادية بل وحتى السياسية نشوفه بشكل مشوه فأحيانا نطلعون دعاية على واحد وهو بريء والناس كلها تذم هذا الشخص فاهمين غلط الناس والعكس بالعكس واحد يستحق لأنه سافل يستحق أن المجتمع يشيل هذا الشخص ويخلينه مع أهل الرذائل وأهل السفالة وأهل الشر بالعكس نشوف المجتمع فاهم غلط ويعلي من مراتب ومقام هذا الشخص مجتمعنا حال وحال أي مجتمعين بالعالم يجمع بين النقيضين نشوف الحياة ترفع من بعض الناس في الوقت الذي يجب أن تخفض من مقام هؤلاء الناس أشوف الناس مهتمة بأشياء بالوقت الذي يجب أن لا نهتم بهذه الأشياء التافية حاشاكم نحن عبر عشرات السنين دفعنا ثمن ثمن غالي وقاسي علينا وراحتنا شباب حلوة وراحتنا بيوت وجسور وتهدم المدينة ولازمنا فاهمين الموضوع خطأ لماذا؟ الطريقة العاطفية في رؤيتنا للأشياء وابتعادنا عن نقد الذات ورؤية الأشياء وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية هي اللي جعلتنا نفهم أغلب الأشياء من حولنا نفهمها بشكل خطأ بعض الأحيان الحياة تشبه فريقين لكرة قدم يفوتون يلعبون لغرض المتعة يمتع الجمهور والجمهور ينقسم هذا يشجع الفريق الأحمر وذاك يشجع الفريق الأبيض مثلي ومثلك أحيانا إحنا نقفز لما فريقنا يحقق هدف وننقهر كثير إذا فريقنا دخل عليه هدف بالضبط هي حياتنا اليومية هكذا لو عندك شغلة في دائرة ما وحققت هذه الشغلة راح تفرح مثل فرحة هذا اللي حقق الهدف في المباراة اليوم بعد أن تنتهي المباراة وتشوف اللحظة الحاسمة لما يصفر الحكم تشوف هناك فريقين من الناس فريق يشعر بالسعادة طبعا سعادة وهمية لأن أنت ما حققت الهدف فريقك هو الذي يحقق الهدف وبالمقابل راح تشوف ناس شبعانين قهر والأسى والألم يأكل بقلبهم وقد ما يتعش في ذلك الليلة والله إيشن فريقه خسر بالضبط حياتنا اليوم تعطيك جوائز وتعطيك أهداف وتمنحك منح كثيرة ولكن أنت فاهم غلط أنت يا صديقي وأنا ضمن هذه اللعبة الكبيرة في هذه الحياة التي عركنا وصرعنا التنافس الذي نشهده كل لحظة وكل يوم بعض الأحيان إحنا سلعة باعونا وإحنا ما نعرف فاهمين غلط وبعض الأحيان الفريق الذي أدى الفوز هو إحنا وناس غيرنا فرحت وفريق ما طاق يأدي وخسر وناس آخرين حزنوا لذلك كل لحظة أن نعيش اليوم بالموصل هي تفريغ مشاعر ضغط الحياة الشديد علي وعليك يخلينا نطفر يخلينا نعوف مثل هكذا برامج ولا نسمع إلى نصيحة طبيب ولا نسمع إلى نصيحة أستاذ ولا نسمع إلى نصيحة شيخ ونركض ونهرول على مشاهد بيها جزء من الحقيقة وجزء كبير من الغموض ومن التشوه ومن العبودية مشاعرك يا صديقي في فهم هذه الحياة أحياناً بس تريد تفرغها ولهذا تذهب إلى برامج هي أقرب إلى التسلية اليوم لما يطلع الطبيب ويقل لك يا با حتى لا تصاب بالمضر الفلاني فعليك واحد اثنين ثلاثة أغلب الناس يقلبون القناة ويذهبون إلى مباراة مثلاً أو مسلسل كوميدي أو برامج مسابقات ينطيك أسئلة ساذجة وسخيفة عشرات الملايين يتابعون بعض المشاهد وبعض البرامج التي لا تنفع المجتمع والتي لا تحكي الحقيقة في قصتنا المؤلمة أننا جميعاً فاهمين غلط أنت تريد تتخلص من مشاعر الضغط ضغط الحياة عليك فتريد مشاعر التسلية ومشاعر المواساة وتريد واحد بس يطبطب على ظهرك ويقل لك عفية يا تاج راسي تمشي الحياة أنت الذي الجميع ينتظره ترى ما حد ينفع أحد اليوم الحياة تنتظرك أنت لتصحح الفهم وتشعر أنك فعلاً أنت أنت كنت فاهم غلط اليوم إيقاع الحياة السريع يبلعني ويبلعك وما يعطيك فرصة أن تفهم أنك فاهم غلط اليوم حتى أكلنا وشربنا وانستنا وسفرتنا سريعاً تمر مرور الكرام أحدنا يأكل الأكل ما يلحق حتى يهضمه هذه السرعة خلتنا نركز على أشياء سريعة اليوم لما تكتب مقالة من عشر أسطر ما حد يقرأها تكتب بوست من أربع كلمات تشوف عشرات المعلقين اليوم تفوت إلى أستاذ جامعي جاد يعطيك واقع الحال ويحاول يفهمك أنك أنت فاهم غلط ويجيب لك أسئلة صعبة طبعاً أغلب الطلاب يهجرون مثل هكذا أستاذ اليوم في الموصل أكو مشاريع تبشر بخير لكن للأسف الشديد يوازي هذا البشارات بالخير يوازيها مشاريع فهميها غلط ويطبقوها غلط وبالتالي إحنا الخسرانين الوحيدين أكو ناس تستفاد منك دير بالك وأكو ناس تريدك دائماً أنت فاهم غلط اليوم تشوف قصير كل شي بيها بس ما بيها مشاعر واليوم تشوف شهادات ودورات ونشاطات كل شي بيها بس ما بيها أي تأثير على المجتمع ديكورات اليوم تفوت ببيوتنا مليانة ديكورات لكن هذه الديكورات تستطيع أن تربي جيل جديد يقاوم المشاهد الرديئة التي نعاني منها وإحنا ما فهميها خطأ وبالتالي تصبح أنت مشروع النهضة اليوم لما ما واحد يسرقون منه نصف مليون يخبص الدني ويبكي ويلطم وإحنا نتعاطف معه كثير لكن لما بلد بيكامله تسرق نصف مقوماته ونصف مقدراته ما حد ينتبه الكل تمشي وما علينا إذا إحنا فهمين خطأ أيها الأحبة اليوم إذا تريد تعرف الحقيقة وأن حضرتك فهم غلط أرجعني تعيش مع مقاول أسبوعين راح تكتشف أشياء ما كنت تتخيلها إطلاقا اليوم لو تروح تعيش مع مستورد أدوية وشوف الأسرار والأفكار والعقود واه 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 راح تكتشف الحقيقة أنك فهم الدنيا غلط اليوم لما تلجأ إلى مسؤول وكبير الشأن وعظيم الكرسي ما له وتروح له وتلجأ له وتشوف أن هذا الإنسان لا يحل ولا يربط وورى الكواليس هناك سلطة عميقة وهناك مسؤولية عميقة اليوم صانع محتوى بسيط شاب بسيط يعمل له شغلتين ثلاثة وإذا يشوف عشرين مليون ثلاثين مليون يتخيل المحتوى تافه وفاشل ولكن المشكلة مو يم هذا الشخص إنما الجمهور الذي يريد أن يفرغ هذه مشاعر الضغط الكثيف من الآلام في الحياة ويذهب إلى أسفل السافلين ويقعد في زاوية يفهم هذه الحياة بشكل خطأ دعونا نركز أننا اليوم لا نزال فاهمين غلط أيها الأحبة نخرج فاصلا قصيرا ونستمر معكم وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام صديقي لي أنت فاهم غلط تستمر بك الرحلة حاول معاي أن انصحح المسار بعض الأحيان تسوق سيارة تعطل السيارة يمكن ميكانيكي أو في ترتشي صلحها وبعض الأحيان أنت عندك مشكلة بالمسار راكب قطار خطأ فأول مهمة من مهامك عليك أن تنزل بسرعة وانصحح المسار من الله خلق الدنيا أكو إنسان آدمي وأكو إنسان وحش بشع هذا اللي أذينا اليوم اليوم بالذات بهذه الأيام اللي نعيشها هذا الشخص البشع الظالم السارق اللص يرتدي ثياب الفضيلة وقعد معانا وبنصنا وحاول بل ونجح في إقناعنا أننا ما فاهمين غلط خلين صحح المسار أيها الأحبة ونشوف أن حياتنا كانت قبل قبل آلاف سنين بدون سلطة ماكو سلطة كنا نعيش قبل خمسين سنة بسلطة قوية كانت تضبط إيقاع الحياة والنظام يضبط إيقاع الحياة لكن بعد الفين وثلاثة تعددت أشكال السلطات كل من جاء يتحرك بينا ويأمر بينا وإحنا المفعول به شيخ العشيرة والضابط والوزير والموظف البسيط والتاجر وهكذا صرنا الشديد تحت رعاية وعناية كثير من أشكال السلطة كل هذا تأكد أن حياتنا اليوم هي عبارة عن حرب تطلع الصبح أنت تواجه مشاهد الحياة تواجه الازدحام وتواجه اللصوص وتواجه الغشاشين وتواجه المكارين وإن تفاهم بعض الأحيان شغلتك غلط أنت تتقرب من واحد وهو هذا المرض الذي يعديك وأنت تبتعد عن واحد وهو هذا الصيدلية والعلاج الذي يأويك الحرب التي نعيشها يوما ما بيه سلاح ولا بياء مسدسات ولا قنابل ولا طيارات بيها أفكار وهذه الأفكار المجتمع للأسف يؤمن بها يؤمن بالشيء ونقيضه اليوم لما نعيش وأنطيك مصطرة تقيد حياتك وحتى تكتشف أنك يا صديقي فاهم غلط حاول أن تقيد كيف أنت تصرف راتبك الشهري ستجد أنك كل شهر مولدة واشتراك نيت ومصاريف اشتراكات للأولاد وربما مدارس وجامعات أهلية الراتب ضخم لكن المصاريف أكثر اليوم ما عن نستمتع بحياتنا لأن حياتنا تحولت إلى أرقام وفاهمين هذه الأرقام خطأ وربما هذه الأرقام هي السلاح الذي به يقضون على أحلامنا ومتعدنا بالحياة احنا للأسف الشديد نخسر يوميا لكن بنفس الوقت احنا ونحن نخسر نغطي عيوبنا ولما يجي واحد يريد يقعدنا من النوم ويقول يا جماعة راحنا فاهمين غلط نكره هذا الصوت التصحيحي ويعجبنا التفكير العاطفي التفكير الذي يمدح بنا وبالمنجزاتنا وبما يجري وبتراثنا وأحيانا يمدح بمستقبلنا ومستقبلنا مخيف إلى درجة أننا لحد هذه اللحظة ما فاهمين أي حرب يا صفقات يا صديقي أنت اليوم تحولت إلى سلعة من السلع دون أن تشعر وتحولت مع عائلتك مثلا أو أصدقائك إلى سلعة عاطفية أنت تحب ابنك لأنه جاب لك تسعة وتسعين وراح إلى الطبية أنت تحب صديقك لأنه ربح فلوس وطعاك شوية خارجية وهكذا أنت تدور على بنت تخطبة لأنها زنقينة المشاعر ضغط كثيف علينا وهناك ما فاهمين غلط سر الحياة ومتعة الحياة صراع القيم والفلوس مستمر في كل تفاصيلنا في وين ما تروح اليوم أكو يطلع لك الحاسبة من جيبه ويحسب لك الشغلة إذا صرفت له وافقك وصاحك هلب وفلان وإذا ما صرفت له دار عنك ظهره وارتفع أسهم التجاهل ونبذي المجالس اليوم للأسف الشديد مشاهد الواسطات والامتيازات والشهادات المزورة اليوم مشاعرنا ما فاهمي أن نجعل الشخص المناسب في المكان المناسب بعض الأشخار غير المناسبين استحصلوا على شاهدات مزورة ونجحوا في واسطات مزورة وامتيازات والآن يتحكمون بنا وبمصيرنا ويحورون مشاعرك بأن يجعلوك تحب هؤلاء وهم سبب البلاء احنا فاهمين غلط لأنه ما يجعلوك قاعد مكانه وللأسف الشديد الدور الثقافي لأن نخب الثقافية على هامش الحياة من يتحكم بنا ليس أعقلنا إنما من يمتلك السلاح والمال هو الذي يصنع مسارات حياتك يا صديقي ومستقبل هذه المدينة وهذا البلد ولما نجي في برنامج نسمي فاهم غلط ونقول يا جماعة احنا دائما ويعني صفحات الفيسبوك والإعلام والتوك توك احنا ننتقد الايش المنتجات الفكرية ما ننتقد أصل الفكرة وفلسفة الفكرة كل مشهد خطأ اشوفوا في حياتك يسبقوا فكرة مظللة فكرة مزورة ثقافة مزورة لكن وجدت لها مقام في بيوتنا وفي مشاهدنا الحياتية هذه الفكرة البرنامج اليوم فاهم غلط سيعتني بهذه الفكرة وبالتالي أنا اليوم قررت ما نذهب إلى رجال الدولة من السياسيين وإلى رجال الدولة من الاقتصاديين وإلى رجال الدولة من العسكر سنذهب معكم ومنذ هذه الحلقة إلى رجال الفكر إلى الفلاسفة وحينما يقول فلاسفة الناس كلها رح تقول حبيبي رجاء لا تتفلسف احنا نكره الفلاسفة كره العمى وحقلك أنت فاهم غلط يا صديقي الفلاسفة نوعان فلاسفة مجانين أضرونها لأنهم لم يفهموا فلسفة الإله ومن هو الله لأنهم غير مؤمنين حاولوا بعقلم يفهمون الإله وفشلوا هذولا زدتم بهذا الشط هنا في دجلة أرميهم خليني معاك ويوم بعد يوم نمشي مع الفلاسفة العقلاء الفطناء الفضلاء الذين شافوا الحياة ووجدوا أن الأفكار بها مشكلة أن الناس تطبق الأشياء صح لكنها على أساس فكري مقلوب وبالعكس اليوم أنا أحيي أي فيلسوف أو أي مفكر لا ينتبه إلى منتجات الأفكار وإنما ينتبه إلى المنطلقات واليوم أنت لما تشوف إنسان مرتب الناس كله تمدح بينه لكن لما تقترب منه شوف الإنسان تحول صار أقل رحمة وأقل عطف وأقل نخوة وأقل صفاء إذن نحن نقدر الإنسان غير الحقيقي هذا إنسان مشوه هذا السلعة هذا رقم من الأرقام خنق حياتنا وجعل حياتنا سوداء ونحن نصفق له ونهتف له وكأننا في عرس بوسط النهار الظلام الذي نعيشه مع الأفكار لا نشعر بها للأسف الشديد لأننا مهتمين بالمنتجات ومهتمين بالأدوات ولهذا أنا أقول الفكرة هي الأساس وأنا راح أفكك الفكرة وأعيد تركيبة وأمسك الظالم وهذا السارق اللي يفترض يروح إلى السجن أقول لا علينا أن نمسك هذا الظالم ونشوف متى قصر وكيف يجب وكيف يكذب وكيف يشتم والناس تصفق له الفكرة التي اعتمدها هذا واستطاع أن كل الناس يحلف باسمه وبشاربه فكرة خاطئة سنفككوها ونعيد تركيبها أكو قانون قوانين بالبلد حلوة جدا ولما تفتح الدستور نشوفوا أشياء بعضها جدا مهم لكن تطبيقها على أرض الواقع هو الكارثة وهو الذي خلانا نعيش حياة فاهمية غلط تريد أن تصحح يا صديقي خلني نروح إلى الأفكار إلى الدستور دستورنا الفكري ودستورنا الاجتماعي واليوم حاول معي أن نجعل لكل صاحب فكرة سلطة عليك وعلي كافي نخنق أصحاب الرأي الصحيح وكافي نمدح أصحاب الآراء والتطبيقات الناجحة اليوم تريد نمشي سوى إلى مدينة جميلة وبلد نهض خلينا نقرأ فلسفة أكثر والفلسفة التي أقصدها ليست سوى الفلسفة التي تجعلك أنت المفكر وأنت الذي تتحكم بمصيرك وقراراتك وتجعل كل الذين يتسلطون بك تحت مشرحة النقد الفكري فاهم غلط والحلقة الأولى كانت معكم أتمنى أن أتواصل ونعيد المفاهيم التي خربت علينا الحياة ونصحح رؤيتنا لمستقبلنا المستقبل أما نبيدك يا صديقي وحاول تكون فاهم صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة